أطلق مركز صواب المبادرة الإماراتية الأمريكية المشتركة لمكافحة دعاية داعش والجماعات الإرهابية الأخرى عبر شبكة الإنترنت وتعزيز البدائل الإيجابية عن التطرف أطلق اليوم حملة جديدة على منصاته للتواصل الاجتماعي عبر وسم عن أب باللغتين العربية والإنجليزية على منصات صواب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتتزمن حملة عن أب مع صواب مع الاحتفال في يوم الأب في العديد من الدول الغربية في السابع عشر من يونيو وفي العالم العربي في الحادي والعشرين من يونيو وستركز الحملة على أهمية الآباء كنماذج يحتذا بها في نشر القيم الإيجابية للرحمة والتسامح والعمل الدؤوب ومواضيع أخرى وتسلط الحملة الضوء على حياة وأمثلة للأباء غير العاديين الذين حاربوا لحماية أسرهم والحفاظ على مجتمعاتهم في مواجهة الصراع وتطرف العنيف وغيره من أشكال القمع فيما سيقدم صواب قصصا تحذيرية عن أباء أهمل أطفالهم وسمحوا لهم بالانضمام إلى مجموعات إرهابية